لأنه اليوم جاي عم يطمنون أنه قضيت أنه ما مش راح نمديد على جايبتكن بقى هي جايب يفضي 12 في 20 عين الحكومة اللبنانية على هذه الحاويات وما في داخلها من بضائع مستوردة فهنا مصدر لتمويل الخزينة من خلال رفع قيمة الدولار الجمهوري أي زيادة رسوم الاستيراد 13 مرة أما أعين هؤلاء المودعين فهي على جنى عمرهم الضائع بين المصارف والمصرف المركزي فزيادة الدولار الجمهوريكي سترفع الضريبة على القيمة المضافة وسترتفع معها الأسعار بنسبة تصل إلى 25% ما دفع اللبنانيين إلى رفع أصواتهم اعتراضا كل شيء يبسر خمسة ضعاف حقهم ماذا يبسر بداعه؟ مما هو مصاري بعد؟ إلا أنه مما هو مصاري إرادات الخزينة بحسب خبراء سترتفع مع تطبيق الدولار الجمهوريكي بنحو 14 ألف مليار ليرة أي ما يوازي 420 مليون دولار بعد الاعتراضات على رفع الدولار الجمهوريكي اتفق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مقاطي مع وزير المالية على استكمال البحث لاتخاذ القرار كتل برلمانية طالبت الحكومة بعدم رمي الكرة في ملعبها أو إحراج وزير المالية المقرب من رئيس البرلمان نبيه بره والبحث عن حلول لتدارك تبعات زيادة الرسوم بنفس الوقت يجي بسياء عام له علاقة بالتوازن بين النفقات والواردات ومرتبط أيضا بزيادة الرواتب والمخصصات لهذه القطاعات على الدهاء كان موقفنا نحن واضح بأنه ما بنقدر نمشي بما قدمته الحكومة زيادة الرسوم مرتقبة ستبقى هذه الرفوفة ممتلئة بالسلع على خلاف حال سلة معظم المواطنين الفارغة في بلد وصلت فيه نسبة التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخه الحكومة اللبنانية تتمسك بمضاعفة الرسوم بنحو كبير على البضاع المستوردة وكتل برلمانية تحدد من التبعات الكارثية وفي المحصلة سيرزح اللبنانيون المحاصرون اقتصاديا تحت المزيد من الأعباء أعباء الصباح بيروت الميادين